اشتركوا في القناة لكن هي اصعب حاجة مش ان احنا نخفر للناس اصعب حاجة ان احنا نخفر لنفسنا لان الانسان اللي بيخفر لنفسه او بياخد نعمة من ربنا ان يخفر لنفسه ما بيبقى الصعب عليه انه هو يخفر للاخرين المثال بتاعنا النهاردة هو القديس بوترس الرسول القديس بوترس كلنا عارفين ان هو يعني وقع في حاجة كبيرة قوي ان هو انكر المسيح للمجد ثلاث مرات وانكره قدام جارية وقدام يعني ناس بسيطة وده كان نتيجة الخوف الشديد بحد رسول عظيم واحد من التلاميذ الاثنى عشر لكن اكتاب المقدس بيعلن ضعفات الاباء الرسول عشان يورينا قد ايه النعمة بتغير وقد ايه النعمة بتعمل فيهم الحاجة الجميلة هنا انه بوترس الرسول بعد الايامة وحلول الروح القدس قال عذاتين العذة الاولى قالها يوم الخمسين والتانية بعدها بكام يوم فممكن نعتبر التانية دي مثلا بعدها باسبوع عشر تيام يعني العذة التانية دي كانت بعد الصليب بشهرين فتعالوا بقى نشوف بوترس الرسول بعد الصليب بشهرين بيكلم رؤساء الكهنة والكتب ازاي بيقول لهم ايه بيقول لهم ان ده سفر عمال الرسل صح ثلاثة ان اله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب اله ابانة مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه يعني بوترس الرسول بيوبخ رؤساء الكهنة والكتب انهم عملوا ايه انكروا المسيح ويكمل لقية اللي بعدها وهو امام وانكرتموه امام وجه بلاطس وهو حاكم باطلاقه ولكن انتم انكرتم القدوس البار يعني مرتين في نفس النص بيقول ان انتم انكرتوا المسيح بيوبخ الكاتب والفرسين انهم انكروا المسيح ايه معنى الكلام ده ببساطة معناها ان بوترس الرسول ابل غفران الله ابل غفران المسيح لكل المجد ليه وغافر لنفسه وبقى الموضوع مش في الزاكرة بتاعته خلاص الخطيئة اللي اخطأها دي الغلط الكبير اللي غلطه ده ما بقاش موجود في الزاكرة بتاعته وغافر لنفسه الموضوع بالنسبة له انتهى وممكن يبكت اي حد على الخطيئة اللي هو نفسه عملها من شهرين بكل قوة وبدون خوف وبدون ان مستني مثلا حد ممكن يتريع عليه او يقوله انت انت نسيت انت عملت ايه لا فيه شفاء كامل من الداخل احنا اوقات بنقابل المشكلة دي ان احنا ما بنقدرش نخفر لنفسنا حتى اوقات بعض الناس يروح لأب اعترافه ويعترب خطيته وابونا يقرأ له التحليل ويقوله ربنا يعني غفر لك الله يحللنا وربنا غفر لك خطيتك لكن هو يطلع من مكتب ابونا او من الكنيسة برضو مش مبسوط ده نتيجة ان هو مش قادر يقبل ان ربنا غفر له خطيته مش قادر يخفر لنفسه ودي حاجة صعبة جدا في قول جميل اول احد يعني الادباء في القرن عشرين اللي هو جبران خليل جبران بيقول الرب قال احب اعدائكم فانا سمعت القول وبدأت اتصالح مع نفسي يعني اما سمعت جلمة احب اعدائكم اول عدو انا كان مفروض اتصالح معه هو مين هو نفسي لان احنا اهو قادر بينما فيه خصومة مع نفسنا ازاي نقبل نفسنا ازاي نتصالح مع نفسنا ازاي نخفر لنفسنا ازاي نخفر لنفسنا الضعف بتاعنا والخطيئة بتاعتنا ربنا بيقبلنا زي ما احنا فاحنا كمان مفروض نقبل نفسنا ما يبقاش عندنا ازاي انا اغلط الغلطة دي ازاي انا اعمل الحكاية دي لا احنا نقبل ضعفنا ونقبل أخطأنا ونقبل غفرانا الله لينا ونفرح به أن ربنا إزاي بيخفر خطيتنا وبيقبلنا طبعا أشهر مثل في كتاب المقدس السامرية السامرية بعد ما تقابلت مع المسيح وقال لها كل اللي هي عملته أنها كانت مع يعني أكثر من رجل والنهاردة عايشة مع حد مشكوزها هي ما رحت للناس سألت لهم إيه هي فرحانة بتقول هل لهم أنظر إنسانا قال ليه كل ما فعلت دي مفروض حاجة تكسف حاجة تكسف إنها تقول إنها العيشة اللي عاشتها دي كانت صعبة لكيها كتفرحانة بغفران ربنا ليها إن ربنا غفر لها خطيتها غفر لها الماضي بتاعها الماضي بتاعها انتهى فإن نهاردة بتبتدي بداية جديدة هي بتبشر بالمسيح وبتقدمه للناس المسيح اللي غفر ليها كل الماضي بتاعها الوحش ده اللي هي قبلة النهاردة أنها تكون بداية جديدة وصفحة جديدة لها يريت نتعلم من القديس بطرس إزاي الواحد يخفر لنفسه أو يقبل غفران الله ليه إزاي الواحد ينسى الماضي بتاعزم ربنا بينسى وقال محوت كغيم ذنوبك خطاياك لا أعود أذكرها فإحنا ربنا يدينا نعمة كلنا إن احنا نخفر لنفسنا ضعفاتنا زي ما المسيح لكل المجد بيخفرها لإلهنا كل المجد وكرام الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة